بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على صور الأمين وبعد معنا في هذه الحلقة أهم الأدلة وهو الإجماع والإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي اتفاق بالكلية وليس بالأكثرية وهذه مبادئ لا بد أن تتوفر في الإجماع ليكون صحيح أولا لا بد من اتفاق جميع المجتهدين على هذا الرأي الشرعي ولو خالف منهم واحد لا يعد هذا إجمعا ثانيا إذا اختلف المجمعون على رأيين فلا يجوز إحداث رأي ثالث عند جماهير الفقهاء يعني لو كان في مسألة رأي الجمهور ورأي منفرد لا يجوز أحد أن يأتي ويبتدع قولا ثالثا بين الجمهور وبين هذا الشخص المنفرد ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن الحق يضور إما مع الجمهور أو مع هذا المنفرد ولا مجال لإحداث قول ثالث بينهم ثالثا لا بد من أن يظهر الجميع إبداءه بالموافقة قولا وعملا فمن وافق قولا وخالفهم عملا لا يكون ذلك إجماعا يعني يعد قول جمهور أو قول أكثر أهل العمل لكن لا يكون إجماعا الذي يتلتب عليه كفر من يخالفه لا بد من أن يحصل الاتفاق ولو في لحظة واحدة سواء انقرض عصر المجمعين أو لا يعني إن حدث الإجماع ثم انقرض عصر هؤلاء المجتمعين يظل الإجماع قائم إلى قيام الساعة يعني إن حدث الإجماع ثم انقرض عصر هؤلاء المجتمعين يظل الإجماع قائم إلى قيام الساعة إلا في نوع واحد من أنواع الإجماعات التي وربما تتغير مع مرور الزمان ما هو هذا النوع؟ وهو نوع غير مشهور أتمنى من طلبة العلم الذين سيصلون إن شاء الله عز وجل فيما بعد دعاء ووعاز وشارحين للمصول أن ينتبهوا لهذا النوع من الإجماعات التي تخهق والتي تغير والتي تتغير مع مرور الزمان وهي بعض الإجماعات السياسية المتعلقة بالمصالح المرسلة أيضا من المبادئ التي يجب مراعاتها في الإجماع ومعارفتها أنه لا دخل للعوام في الإجماع فليس لهم رأي في هذا الإجماع أيضا للإجماع فائدة كبيرة وهي الحصول على مرتبة اليقين في فهم النصوص لأن الإجماع يكون إجماع على فهم النصوص أو فهم نص من النصوص فائدة الإجماع أنه يجعل هذا الفهم يقينيا لاجتماع الأمة عليه العالم المبتدع والعالم الفاسق لا يدخلون في قول الإجماع عند رأي ويدخلون عند رأي آخر والصحيح الذي أميل إليه أن هذا الفاسق وهذا المبتدع لا يؤتمن فلا يدخل في قول الإجماع وإن خالف الإجماع فلا يعتقد بمخالفته أيضا من المبادئ المهمة التي يجب معرفتها عن الإجماع هو أنه لا يعتبر إجماع أهل المدينة عند الجمهور إجماعا بخلاف الإمام مالك فإنه يعتبر إجماع علماء أهل المدينة فقط إجماعا وعامل به فلينتبه طالب العلم الذي يدرس العلم الفقه المقارن أنه إذا وجد عند المالكية إجماعا في مسألة أو نقل أحد المالكية إجماعا في مسألة ليراجع هذا الإجماع أهو إجماع بمفهوم الجمهور أم هو إجماع بمفهوم المالكية حتى لا يفرد قول إجماع عند المذهب على غيره من الآخرين كذلك الأمر لا يعد إجماع المصريين البصرة والكوفة إجماعا عند الجمهور بل هو أيضا إجماع عند بعض الأحناف لذلك يراجع بعض علماء الأحناف عندما ينقلون الإجماع فإنهم غالبا ما يذكرون إجماع أهل البصرة والكوفة لأنهما كان بلدان ممتلئان بالعلماء يعني عدد ضخم جدا من العلماء كان في البصرة والكوفة فأعدوا قولهم إجماعا وهم كانوا كثيرا ما يختلفون في مسائل الفقه مسائل الحديث مسائل النحو فلما يجتمعوا على مسألة أعد بعض الأحناف أن قولهم من الإجماع وهذا ليس بإجماع عند الجمهور ليراجع الذي يقرأ في إجماعات الأحناف هل هذا إجماع كل أهل العلم أم البصرة والكوفة فقط أيضا هناك بعض الأصوليين يرى أنه لا يعتبر الإجماع إجماعا إلا فقط إجماع الأئمة الأربعة أو الخلفاء الراشدين وهذا يحتاج إلى تدقيق من القارئ فانظروا إلى عظم هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه كم ينور طارب العلم أيضا من المبادئ المهمة في الإجماع أنه لا يشطرط التواتر في الإجماع عند الجمهور يعني لو نقل مجموعة من العلماء استيقات أن من سبقهم أجمع على هذه النقطة يقبل منهم ولا يشطرط التواتر أيضا قالوا لا يدخل العلماء الكفرة أو أصحاب الملل الأخرى في إجماع المسلمين كما أنهم قالوا لا عبرة باتفاق الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب التشريع إلا فقط في الاتفاق الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا عبرة بقول من بلغ رطبة الإجتهاد بعد إنعقاد الإجماع يعني مثلا شخص كان طالب علم ثم وصل إلى مرتبة الإجتهاد بعد إنعقاد الإجماع على مسألة من المسائل ثم بعد أن وصل هذا الشخص إلى مرتبة الإجتهاد خالف هذا الإجماع لا يعتبر بقوله ولا يعتد به لأن الإجماع ثابت لا يستطيع أحد أن يخرق الإجماع إلا فقط في الإجماع القايم على المصالح المرسلة وهذه مسألة يعني دقيقة جدا ليس بالسهلة ولا يستطيع أي أحد أن يخرق هذا الإجماع أيضا من المبادئ المهمة التي يجب معرفتها عن الإجماع أن الإجماع أصلا يكون في الأمور الشرعية فقط لكن الأمور اللغوية أو الأمور العلمية كالطب والهندسة وغيره فلا يعد ذلك إجماعا شرعيا أيضا يجب أن نعلم شيء مهم أن الإجماع له حجية قطعية يقينية أقوى في الدلالة من الأدلة الظنية سواء كانت في القرآن الكريم أو في الحديث النبوي ربما يستغرب بالبعض يقول دائما نعرف أن القرآن الكريم أعلى الأدلة راتبة وأنه لا يجوز مخالفته أبدا ثم يأتي بعد ذلك الحديث النبوي وأن الأئمة قالوا إذا رأيتم قولنا يخالف قول صاحب هذا المقام أو قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولنا على برحائق فكيف تأتي أنت أيها طالب العلم وتقول أن الإجماع أقوى في الحجية من القرآن والسنة ألا تعظم القرآن والسنة أيها الإخوة والأخوات الكرام يجب أن نفهم شيئا مهما جدا أولا أن هذا الكلام ليس كلامي إنما هذا كلام جميع أهل العلم وجميع أهل الأصول سواء سنة أو شيعة الجميع متفق على هذا الكلام أن الإجماع حجيته أقوى من الأدلة الظنية لماذا؟ لأن أولا الإجماع هذا لا يكون إجماع على أمور أمور لغوية إنما أمور شرعية ولا يكون إجتماع على فقط مجرد رأي شخصي لهؤلاء العلماء إنما يكون الإجماع أصلا على القرآن الكريم والسنة يعني إجماع على فهم كان ظني في القرآن وكان ظني في السنة فأجمعوهم على رأي واحد جعلوا هذا الرأي الظني جعلوه يقيني فهم أجمعوا في الأساس على القرآن والسنة فلما نقول الإجماع لابد أن يأتي في أزهاننا أنه إجماع على القرآن وإجماع على السنة يعني هذه الآيات كانت ظنية الدلالة واختلف فيها العلماء ثم اتفقوا على دلالة واحدة جعلت هذه الظنية إلى درجة اليقين ثم لنرى إلى مقدمة الإمام الغذالي في كتابه المستصفى وهو كتاب لم ينقضه أحد ولم ينكر على الغذالي فيه أحد شيء يقول الإمام الغذالي أن على المجتهد في أول بحسه عن الدليل يبحث عن الإجماع فإن كان في المسألة إجماعا يكفيه وحسبه به فإن الإجماع لا يطرأ عليه النسخ أما القرآن والسنة فيطرأ عليهما النسخ ما معنى يطرأ عليهما النسخ وهذا لا يطرأ عليه النسخ يعني القرآن الكريم فيه ناسخ وفيه منسخ يعني فيه آيات منسخة والسنة النبوية أيضا فيها الناسخ وفيها المنسخ هذا الإجماع قام من مجموعة من العلماء المجتهدين الذين هم أعلى من غيرهم بكثير جدا لما قاموا بالنظر في هذه الآيات وهذه الأحاديث رأوها هل هي منسخة هل هي مخصصة هل هي نذرت في قوم مخصوص بعينهم هل تحتمر أكثر من معنى هل يقصد بها غير الذي نفهمه ما الذي يقصد بها الوقوف على معنى واحد متفق عليه هو الأقرب ثم الاجتماع على هذا المعنى ثم النظر إلى هل يوجد ما يخالف هذا المعنى ثم النظر إلى الأدلة الأخرى ككل فحصروا كل ذلك وقاموا بكل خطوات الاجتهاد فأجمعوا على هذا فأنت أيها الطالب يعني لن تستطيع أن تأتي أكثر مما أتوهم به بل إنهم ليس فقط الذي قام بذلك بل المجتهدين في عصر من العصور جميعهم اجتهدوا في ذلك فخرجوا لنا بهذه الدلالة لا يستطيع الإنسان المنفرد أن يقوم بهذا الحصر الكبير الذي قاموا هم به والذي هم يعني من المفترض أنهم في بلدان شتى وفي مناطق شتى فحصوا الأدلة أكثر من أي أحد سيأتي بعدهم وأجمعوا على قول مفهوم معين مهما بلغ درجة المجتهد إن صحى اجتهاده ووفقه الله عز وجل وقت ما يصيب سيذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور ووقت ما يخطئ ويعجز عن ما قاموهم به وهم المجموعة لن يأتي بالصواب وسيفعل الخطأ وقد اتفق علماء الوصول على أن مخالفة الإجماع يعني ربما يؤدي إلى الكفر قال الإمام ابن حزم أن مخالفة الإجماع في المعلوم من الدين بالضرورة كفر قولا واحدا وقال أما مخالفة الإجماع في غير المعلوم من الدين بالضرورة ليس بكفر لكن الجمهور الجمهور الأصوليين عن أن مخالفة الإجماع سواء معلوم من الدين بالضرورة أو غير المعلوم من الدين بالضرورة كفر لأنه مطالب منه ألا يخالف هذا الإجماع واستدل الإمام الشافعي إلى حجية الإجماع بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة وغير ذلك من الأدلة التي تثبت أن علماء الأمة إن اجتمعوا على شيء فبالتأكيد أن هذا الاجتماع هو الصواب وهو الحق أرجو أن لا أكون أطلت عليكم وأنا أقططب من الكلام وأختصر في الشرح يعني حتى لا أطيل عليكم ولكن لا حرج في الاستزادة في المعرفة فمن أراد الاستزادة عن هذه المسألة أو طلب معرفة المزيد فيها فليرسل الله وأن إن شاء الله عز وجل أشرح له ما يريد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله لأنت أستغفرك وأتوب إليك أمام بحمدك أمام whitf Edinburgh شكرا